السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم باش نرجو على جملة من التصريحات والتصريحات المهمة جدا المزلزلة خاصة اللي اكشفها الرئيس الجزائري على الطرف اللي هو يحيك مؤامرات ضد تونس اتنقلكم شوية اخرى فقط نستسمحكم في كليمة واحدة حب نقول لنسكل انه انا ما عندي حتى باج فيسبوك كل الباجات اللي في الفيسبوك اللي تهز في الفيديوهات لكلها بتاعي راهي هي ما هي اشتبعتني وخاتتني فقط نقول حسب الله ونعم الوكيل او في شهر سيدي رمضان ناس اتهز في الفيديوهات لكلها لكلها كيما هي تلي شرج ما عنوان يحط يقد يستنيك من بعد لين انتي تهبط فيديو اخر ويحاود يهبطوا انتي تهبطوا وهو يهبط ما عندهم حتى خدمة ما ينجموش يعبروا على رأيهم ما ينجموش يحكيوا ما ينجموش يعملوا فيديوهات ما ينجموش يحلوا لايف يحكيوا ويتبعوا شأن العام وكل شي لا يجيك انتي بالذيت والكلها مرة بعضهم لو كان جيت هز فيديو واحد مش مشكل ولا لو كان لقيت في الباج هذي منوعة الفيديوهات وكل شي ممكن نقول عادي ممكن فيديو وعجبهم حاجة تلي شرجيه وهزو ايما كي انو باجك انتي يعني فيديو ورا فيديو ورا فيديو ناس مغير ما تشاور ناس تهز التعب غيرها وخدمة غيرها يظهر لي الاحسن انو انتش اعمل محتوي اعمل انتي فيديوهات اعمل لايف احكي على شأن العام حلل تابع جيب شنوه عندك شنوه شنوه تنجم تحكي للناس شنوه تنجم توصلهم مش تدخل تهز من فيديو الفيديو تبدأ تستنى وقتش يهبط فيديو بيش انتي تهز وحاضر تلك ليه حرام هذا عيب واحرام اقول حسبي الله ونعم الوكيل انا ما عندي حتى صفحة فيسبوك تلقاوا فيديو في بلاسة متاعي سنية ليوه ما هوش متاعي انا ما عندي حتى صفحة وصفحات اللي تزى دوما باستمرار وبيشكل متكرن قل حسبي الله ونعم الوكيل هو في شهر رمضان انا رو ما عندي حتى صفحة والناس هدوما يحبوا يخدموا بالتعب غيرهم ومجهود غيرهم ويعلم بيه ربي الوحد كيفاش يخدمه كيفاش تاعب كيفاش مخصص وقته كيفاش وكيفاش وكيفاش بيش يعمل هكالمحتوى هذك اللي هو يعني تاعب عليه يجي صفحة ما عندها ما تصنع ما عندها ما تعمل انتي تابت هو يهبط انتي تابت هو يهبط انتي تابت هو يهبط مش معقول وحسبي الله ونعم الوكيل مرة اخرى ما عندي حتى صفحة فيسبوك اذا تلقاوا صفحة سينيالي Campus حتى صفحة ما عندي تبعتني في الفيسبوك إذا تلقى فيديو متاعي في صفحة فيسبوك سينية ليوه ما هوش متاعي وحسب الله ونعم الوكيل فقط هذا بإيجاز نحب نقول أني قلت لكم بأنه الرئيس الجزائري لمح ولا تقريبا أعلن على الدولة اللي هي تتأمر على تونس أو تحيك المؤامرات على تونس الرئيس الجزائري قال البرح بأن تونس تتعرض لمؤامرة وأن الأمور تأزمت منذ استقبل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي كانت تفكروا والرئيس قيسي سعيد كان استقبل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بمناسبة مشاركته في قمة توكيو الدولية للتنمع في إفريقيا تيكاد ثمانية اللي احتضنتها تونس 27-28 أود 2022 وهذا اللي أثار حفيظة المغرب اللي قرت مقاطعة القمة واستدعت سفيرها بتونس وردت تونس عليها بخطوة ممثلة الرئيس الجزائري في حوار لقناة الجزيرة قال بأنه هناك مؤامرة تحاك حاليا ضد تونس من قبل العديدين وتقال تأزمت الأمور كثيرا منذ أن استقبلت تونس إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية زعيم جبهة البوليساريو وضغطوا عليها يأكد تابون أنه يدعم تونس والرئيس قيسي سعيد ويقول أنه لا يقبل التدخل في شؤون داخلية لتونس ولن يتخلى عنها حب من أحب وكره من كره على حد تعبيره وبتابعة الحال اتهامات يوجهها إلى المغرب مباشرة بسبب تلك أزيارة وذلك الاستقبل رئيس تابون أيضا أكد بأن الجزائر تدعم رئيس الجمهورية قيسي سعيد لأنه شعب تخبو ولم يأتي بالقوة أو الانقلب وشدد على أن الجزائر تدعم الدولة التونسية عن طريق رأسها الذي هو قيسي سعيد وقال لو ندعم تونس عن طريق أطراف تونسية أخرى على غرار جمعيات فسيكون ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية أقرتبون بأنه فما مؤامرة تستهدف تونس وأن الجزائر لن تتخلى عنها أحب من أحب وكره من كره في المقابل رئيس الجمهورية قيسي سعيد تبدل التهيني البارح بمناسبة شهر رمضان إن شاء الله مبروك على الناس كل مع عدد من رؤساء وقادة الدول العربية كما تم ذكر رئيس الجزائر عبد المجيد تابون عبد فتاح السيسي رئيس مصر الشيخ محمد بن زيد النهين رئيس دولة الإمارات الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر محمود عباس رئيس دولة فلسطين محمد المنفي رئيس المجلس الرئيس الليبي والمكالمات للكلها تبدل فيها التهيني بمناسبة شهر رمضان المعظم الرئيس توجه بكلمة البارح إلى التوينسة للشعب التونسي هنيهم بقدوم شهر رمضان والأمة الإسلامية جمعاء وأتمنى في الكلمة أمتاعه أن يعيدوا الله بالخير واليمن والبركات قال بأنه من مقاصد الإسلام تزكيت النفس وتطيرها من سيء الأخلاق ومن الرذائل السفات ومن الرذائل اللي لازم نتجنبها هو الاحتكار والترفيع في الأسعار ويأكد على ضرورة توفير كل ما يحتاجه الشعب التونسي الدعاس عيد إلى تجنب الاحتكار وتخفيذ الأسعار وقال أنه هذا من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو العدل قال من رفع في الأسعار اتركوه هو وبذاعته الإسلام يقوم على التعاون والتعاضد والأخذ بيد الفقير عاجمون على مواصلة ما بدأناه من معركة ضد الفساد في الأرض وفي البحر سنحارب معا حتى تعلو كلمة الحق والعدل ويزهق الباطل رئيس الجمهورية أكد على جانب التأيجر والتصدي للمضاربين والمحتكرين والفساد دعا توانسة بشي تأيجر ويدامنوا وبينتب عظم يقول من أنعم الله عليهم بالمال يمشيوا نحو تخفيذ الأسعار سعيد قال أن الأخيار في تونس كثيرون وبإمكان من أنعم الله عليهم بالمال أن يساهموا في تخفيذ الأسعار لأن المقصد من الصيام تخليصا من الأدران وأن أحد مقصد الشريعة هو العدل فلا يترك أحد من بيننا جاره أو قريبه أو أي أن كان محتاجا نلقا زادة البارح رئيس الجمهورية قابل مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والتجارة بتابعة الحال بمناسبة شهر رمضان نحكيه في اللقاء هذه خاصة على مواجهة الاحتكار والمضاربة خصوصا في شهر رمضان وشدد رئيس الجمهورية هوني على ضرورة توفير كل المواد الغذائية والتصدي لكل أوجه المضاربة والاحتكار وحمل جميع الجهة المعنية مسؤولية العمل حتى لا يغتنم من يريدون الإساءة للشعب التونسي الفرصة لمزيد التجارة